اشتركوا فيديو جديد سنتحدث عن رسم الطبيعة الصمتة و البرسس اللي هنمشي من خلاله سنتأكد دائما ان احنا موجود معنا سكيز من الورق والفرش بتاعتنا تكون متنظفة كويس قبل ما نبدأ ميكسنج بالألوان اول حاجة هنبدأ ان احنا نتحدد تحديد بسيط كده للأرضية والظل الناتج عن المصباح اللي موجود معنا ده هندي تونات خفيفة جدا زي ما احنا شايفين وهنبدأ بقى بعد كده نبدأ نتابع من بداية الهيكل من فوق فانا هبدأ ان انا اضيف مناطق طيب نضيف كتل من الالوان بنضيف التكتلات من الالوان عشان بعد كده نرجع به البلندر اللي هو ألم فرشة او فرشة موجود عليها فرشة تكون نضيفة هم بلولة بمية بحيث ان انا ايه بلند الكلام ده كله عشان يبين المسكة الاساسية هنبدأ ان احنا نضيف الالوان ونبدأ ان احنا المكس فنتابع خلال البروسيس دي وكل منطقة من المناطق هنبدأ ان احنا نشرحها بالتفاصيل احنا ليه عملنا كده وليه ممكن نرجع عليها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 التتابع نفسه وفي نفس الوقت التفاصيل بتاع الشكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي الإيد من الناحية الثانية فالمنطقة دي هتبقى غمقة ومديها شادو تقيل فانا هبدأ ان انا احاول اوضح فيها التكسيد زي ما تشعرينها دخلة جزء بسيط كده من الفانوس لجوه وفي نفس الوقت اهو انا بستخدم قادر مية ليه بقى بستخدم قادر مية كبير اعني انا ليه مسلا في المناطق دي ما بجيش بالdarker values على طول او التونات التقيلة وابدأ ان انا افرشها لان انت بتسيميولات مشهد قدامك حسب شعورك وحسب احساسك انت مش شرط تطلع زي الرفرنس اللي موجود قدامك الفكرة كلها ان انت تطلع احساسك الفني فيه طيب ايه علاقة ده بقى بالكلام ان انت وانت شغال ضروري جدا ان انت تكون شايف كل خطوة لان انت بعض الاحيان ممكن تعمل خطوات مثلا ممكن ما تكونش حلوة او ممكن خطوة تبقى غلطة انت عايز ترجع فيها طيب لو انت قريدي حاط التونات الى فانت مش تقدر ترجع انت حاط التونات خفيفة فانت من السهل بالنسبة لك ان انت تبدأ ان انت تدرك زي ما احنا شايفين دراتيا ان احنا بندرك او بنبدأ ان احنا انتقل حسب اللي احنا شايفينه يعني ما جناش مرة واحدة وتفرشنا تون تقيل على الايه على السكتش اللي احنا شايفينه فنتابع موسيقى موسيقى هنبدأ بقى نيجي المنطقة اللي تحت هبدأ ان انا احط اهو هبدأ ان اخطط بشكل بسيط ما بين الكحلي او الازرق الغامق اهو هبدأ ان انا افرش انا عايز اسيح اللون فانا بحط تكاتل اللوني بعد كده اهو بالمية بنظف الفرشة بعدين باخد مصدر المية او اللون التاني اللي هيب معاها تداخل وهبدأ ان انا اشتغل بنفس النمط ده حيث ان انا اتدخله حركة الفرشة تكون اه سايحة ما بين يمين ويسار وفيها قدر من المية بحيث ان انت برضو الفرشة ما تقطعش منك وانت ايه شغل لنا الفرشة لو قطعت وانت شغل ده معنا ان هي محتاجة مية او بسيط يكون موجود عشان تبدأ ان هي ايه تنتشر من خلال طيب نتابع بقى الخطوات اشتركوا في القناة 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 مع بعضها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة